العالم يتضامن مع نبيل رجب في هذا الأسبوع مختلف دول العالم تحدث فيها التجمعات السلمية لا أحد يقمعهم لا أحد يمنعهم في بلد نبيل رجب في قرية نبيل رجب بالقرب من بيت نبيل رجب قوات الأمن في هذا البلد تمنع أسرة نبيل رجب تطلق عليها الغازات تجرح الناس تعتقل يوسف المحافظة هذا يبين حجم القمع الذي يتم في هذه الدولة بحيث أبسط الحقوق الإنسانية تمنع وتقمع نبيل رجب من خلف المعتقل يصل صوته إلى العالم أجمع ما يحدث اليوم يزيد هذا الصوت وضوحا ويزيد هذا الصوت وصولا إلى العالم أحبائي الذين تواجدوا عند الدوار والذين تواجدوا في هذا البكان ألف شكر لكم نواصل هذه الحملة في بقية الأسبوع بالبرامج المختلفة وإن شاء الله مزيد من الحملات إلى بقية رموزنا المعتقلة وبقية قضاياننا من أجل أن نوصلها إلى العالم وعلموا يقينا أن هذا الشعب منتصر ولن توقف أدوات القمع مسيرة شعبنا من أجل الوصول إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ألف ألف شكرا لكم أحبائي ألف شكرا لكم شلت يدك يا حمال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ألف شكرا لكم ألف شكرا لكم اشتركوا في القناة